ورجعنا مرة تانية ومصر البيت الكبير ولسه بنتكلم على الكرة وعلى الجمهور وكنا قبل الفاصل بكلم مع كابتن أسامة خليل على هل يجوز وجود شركات لتأمين المباريات؟ هل ده بره بي موجود؟ هو ده يعني حقيقة كتنظيم بالنسبة للمرحلة اللي جاية يعني وجود شركات تأمين وما تبقاش بصورة المتفرج يشعر فيها انه محبوس احنا عايزين برضو الجماهير تبقى في الملعب تشجع بحب تشجع لان أستاذ أشرف ملعب الكرة هو المكان الطبيعي لان اي انسان جوه الملعب يطلع كل اللي هو عايزه يعني في لحظة كده تيجي تبص تلاقي بص على وجوه المتفرجين على المشجعين ممكن في ثانية يشتم بس خلي بالك هنا ما بتكلمش على اشتيمة مؤزية أنا بتكلم على شتيمة نبع من القلب بحب انت عارف غيرة على فرقته من الحماس يشتم بعدها في ثانيتين ثلاثة تلاقيه بيشجع واللي شتمه بيشجعه خد بالك بعد كده تبص تلاقيه جاب جول من الفرحة بكى من الفرحة حضن اللي حواليه بدأ يسرخ كل دي انفعالات مطلوبة لأي انسان كنوع من التعبير ونوع من التنفيذ عن اللي جواه مفيش مكان في الدنيا أحلى من ملعب الكورة انك تطلع فيه الكلام ده لان نفس الشخص ده لو خدته على اي مكان في الشارع وعمل مجموعة الحاجات اللي انا بقول لحضرتك عليها الناس هتقول عليه مجنون يعني شوف هنا الفرق بين ملعب الكورة وبين الشارع فرق جبير جدا فعشان كده احنا بنقول ايه ان المشجعين هم عصب الكورة ولاعب الكورة لا يشعر بقيمته وقيمة المباراة اللي بيلعبها إلا من خلال الجماهير حصل فيه السنوات الأخيرة نوع من تغيير في شخصية المتفرج مشجع القورة في السنوات اللي هي نتكلم على الستينات وعلى السبعينات والتمانينات حتى التسعينات حتى الالفين الفين وسبعة كمان كان فيه نوع من رابطة مشجعي الاندية كان هنا رابطة مشجعي الاندية هي الانتماء الرسمي من خلال مجموعة المشجعين في حب هذا النادي وتشجيعه والسفر وراه زي ما عم حربي قال والخواجة قال بيقوم من الساعة ستة الصبح عشان يروح يتفرج على مباراة الساعة ثلاثة ولا الساعة اربعة ويفضل قاعد لجاية بالليل الساعة تمانية تسعة عشان بيحب فرقته الوضع بدأ يختلف فلما اختلف الوضع أصبح هناك ظاهرة أنا ازاي احتوي الشباب مش اعند مع الشباب مش ابتدي اتخانق مع الشباب واقول عليهم باقت ظاهرة سلبية لا احنا بنقول دول شبابنا دول ولادنا لازم نستوعبهم ولازم نتعامل مع المنظومة على اساس يبقى في نوع من التواصل بين المشجع الاصل اللي هو المشجع القديم مع المشجع الجديد اللي احنا بنسميه الظاهرة الجديدة اللي ظاهرت بعد 2007 حتى الان في الملاعب المصرية وبالتالي ازاي نستفيد منهم كنحية ايجابية ما هو دول مواطنين مصريين ولادنا المنظر الجميل اللي كل شوية عملين تفرج عليه تشجيع جمهور الاهلي وجمهور الزمالك وجمهور الاسماعيلي وجماهير الاندية الشعبية الكبيرة دي حاجة تفرح في الملاعب هقول لحدها حاجة تخيل بقى لما تيجي تسأل لها بالكرة وتقول له ايه اصعب لحظة عندك في المباراة تفتكر هيقول لك ايه هيقول لك بالضبط اللحظة اللي قبل ما بنزل فيها الملاعب بخمس دقايق او عشر دقايق هي اصعب لحظاتي في يوم المباراة اثناء التسخين مثلا وهو بيسخن وهقول لك حاجة غريبة كمان كلاعب كرة ان اثناء المباراة شوف الملعب اللي احنا بنتفرج عليه ده وعشرات الالاف والتشجيع الحماسي باسلوب اكتر من رائع تخيل ان لاعب الكرة وهو يجري في الملعب والجماهير عمالة تنادي باسمه باسمه اه ما بيسمعش مستامع ده مستامع مركز في الكرة تركيز شديد جدا جدا ونفسه لان قوة جثمانية ومجهود عصبي ومجهود عضلي قوي جدا فعايز على الاقل يستمر في العطاء مستامع صوت الجماهير شوف له درجة ايه من درجة الاندماج جوه الملعب يشعر بالجمهور بعد المبرمة تنتهي اذا كان اللاعب اجاب او بعد ما يجيب جول او بعد ما يجيب جول ده حتى كمال بعد ما يجيب جول وهو بيجري من فرحة الجماهير وفرحته مسامع هو سامع دوشة عشرات الالاف في الملعب لكن لما بيبتدي يهدى بيبتدي حس بالجمهور انا ازاي بقى نتعاون علشان نحافظ على الشكل ازاي نأمن الجمهور ده ونأمن بقى الجمهور الرائع هل فعلا